اشتركوا في القناة سبع وثلاثون دقيقة واثنتين وثلاثين ثانية واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بالمشاركة الواسعة التي شهدها السباق في السباقات النهائية التي تؤكد مكانة الدرجات الهوائية في مملكة البحرين مشيرا سموه الى ان هذه المشاركة الواسعة تأكيد على حرص المواطنين والمقيمين على المشاركة في مختلف الفعاليات الخاصة بالدرجات في ظل مكانتها المميزة واوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان مشاركته في هذا السباق تأتي لتشجيع المشاركين ونشر سباقات الدرجات في المملكة بالاضافة الى تحقيق الاهداف ذاتها التي يحرص عليها المتسابقون وهي الاستعداد للبطولات المقبلة واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان وجوده الى جانب المتسابقين كان مميزا حيث شارك الجميع في هذا السباق بكل جدية وحماس وحرصوا على ان تكون المشاركة ايجابية للغاية وان يخرج جميع المتسابقين منه باقصى درجات الاستفادة الفنية والبدنية واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره الى الاتحاد البحريني للدرجات الهوائية برئاسة الشيخ خالد بن حمد الخليفة واعضاء مجلس الادارة على جهودهم البارزة بتنظيم مختلف السباقات وجهودهم في اخراج السباق ضد الساعة بافضل صورة متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح من جانبه اعرب الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على مشاركة سموه في السباق مشيرا الى ان مشاركة سموه كان لها الاثر الكبير في نفوس المشاركين وتأكيد على حرص سموه بدعم الدرجات الهوائية في المملكة وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد حقق المركز الاول في الفئة التي شارك فيها سموه بمشاركة محترفين بزمن وقدره 37 دقيقة واثنتين وثلاثين ثانية فيما حقق المركز الثاني مأمون الرزوق والمركز الثالث أولندي كيفن